وإلى منفنا التالي حيث تواصلت المظاهرات في المحافظات الجنوبية العراقية والتي دخلت شهرها الثاني احتجاجاً على ترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعية إلى محاربة الفساد وفي سياق آخر أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الجمعة فوزى تحالف الزعيم الشعي مقتض الصدر والشعيون في الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قررتها المحكمة العليا في يونيو بسبب الاشتباه في حصول تزوير المزيد في تقرير الزميل عبد الكريم مبارك خرج المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد بالإضافة إلى تسع محافظات أخرى اليوم في تظاهرات شعبية رفضة للفساد ومطالبة بالإسراع بتوفير الخدمات للأسبوع الخامس على التوالي خمسة أسابيع شهدت ارتفاع سقف مطالب المحتجين وصلت إلى حد إسقاط النظام برمته كما وشهدت تحركات وإجراءات حكومية لم ترتقي إلى مستوى مطالب المحتجين التي حظيت بدعم المرجعيات الدينية البصرة التي لم تهدأ المظاهرات فيها منذ اندلاع شرارتها الأولى في الثامن من تموز الماضي شهدت اليوم خروج الآلاف من المحتجين احتجاجا على تفشي الفساد واستمرار تغاذي السلطات المحلية في البصرة والاتحادية في بغداد عن مطالبهم التي سلبت في بلد يغرق بالفساد ومطالبة بدعم المرجعيات الدينية وطامحين للحصول على دعم مماثل من قبل المنظمات الدولية وخصوصا للأمم المتحدة العاصمة بغداد هي الأخرى شهدت اليوم ظهرات قرب ساحة التحرير مما دفع القوات العراقية بفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط الساحة في إجراء يراه البعض أنه يهدف إلى التضييق على أصوات المتظاهرين الغاضبة ضد الفساد والمفسدين احتجاجات من شأنها أن تدفع باتجاه تشكيل الحكومة المتعثرة منذ فترة إذا أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المنتدبة مساء الخميس عن نتائج العد والفرز لدوي للانتخابات البرلمانية بعد الطعن بالنتائج السابقة إذ أظهرت تطابق جميع النتائج من حيث حصص الكتل السياسية مع عدى محافظة بغداد التي تغير فيها مقعد واحد وفقا لهذه النتائج فالنتحالف سائرون التابع للتيار الصدري يبقى أولا بواقع 54 مقعدا يليه تحالف الفتح بواقع 47 مقعدا ثم النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعدا أما رئيس الحكومة حيدر العبادي فيناول في ملف الفساد في فترة العبور إلى ولاية ثانية إذ يجد الرجل في إصدار قرارات متتعلق بمحاربة الفساد طريقة مثلى في مشاغلة الشارع العراقي الغاضب من استشراء الفساد وترد الخدمات وسوء الظروف الاجتماعية عموما فيما يواصل خوض معركته السياسية للفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة العبادي يحاول إبرز حضوره وعدم سلبيته وتفاعله مع مطالب المحتجين من خلال قرارات العفاء مسؤولين من مناصبهم وحالة البعض على التحقيق في قضايا فساد ريثما يتم البت النهائي في نتائج الانتخابات والبدء بعقد جلسات البرلمان الجديدة والذهاب من ثم إلى تشكيل حكومة جديدة وبقدر ما تبدو إجراءة محاربة الفساد خلال الرامق الأخير من عمر الحكومة الحالية المتأخرة فإنها تلوح لأغلب المتابعين للشأن العراقي انتقائية وسطحية وذات أهداف دعائية أكثر من كونها إجراءات فاعلة في اشتثاث الظاهرة المتغولة والمتغلغلة في مختلف مفاصل الدولة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي في السيديو الدكتور تحسين الشيخ لمدير مركز بحوث دراسات المستقبل في لندن يعني في البداية أرحب بك الفرز اليدوي لم يفصح أو لم يسفر إلا عن تغيير ربما مقعد واحد لا جديد هل يمكن أن نقول بأن هذه المرحلة ختمت بالكامل وأن العراق سينتقل إلى تشكيل حكومة جديدة ويحسن هذا الخلاف شكراً جزيلاً أستاذ مصر للأمانة يعني إحنا يمكن في نفس هذا اللقاء قبل ما يبدأ العدو الفرز اليدوي صراحت وقالت أنه هي عملية الغاية من عندها كسب الوقت سوف لنت تتغير النتائج ابتداء أنه الفرز اليدوي هو 5% فقط من مجموع الأصوات المشاركة بالانتكابات والأصوات المؤثرة التي كانت موجودة في الرصافة في بغداد تم حرق الصناديق وهذه معروفة ويعني مجموعة يعادل مجموع خمس محافظات عراقية بحد ذاتها وهذه أثرت بشكل كبير بالتالي ليس هناك نتيجة مختلفة سوى مقعد واحد وليس نتيجة التزوير وإنما نتيجة الطعن بمعنى أنه هناك طعن في النتائج حول هذا المرشح وتم استبداله بمرشح عقم يعني ليس تزوير برئة الجميع الجميع الآن هم ضمن قاعدة الشرعية الجميع مجغول الآن بطبيعة المظاهرات التظاهرات التي تخرج سأعود إلى هذه المظاهرات لكن هل الجميع قبل فعلا بهذه النتائج وحسم هذا الملف الجدل حول شرعية الانتخابات ونهزهة الانتخابات المفروض أن يقبل الجميع باعتبار أنه هي مسائل تسوية أكثر مما هي مسائل حقيقية إذن فرص تشكيل الحكومة لا نعم نحن عندنا في العراق الآن مجموعة القوى السياسية التي هي مراكز قوى حقيقية مؤثرة على الأرض ومؤثرة على الصحة السياسية هي التي تتحكم في الأمور حتى مسألة العدو الفرز اليدوي هي واحدة من المحاولات لتسويف موضوع تزوير الانتخابات يعني ليس هناك انتخابات في العالم تستمر نتائجها إلى 21 يوم أو 22 يوم وبالتالي تظهر النتائج ويتم التشكيك فيها ويعاد عدوا فرز مجموعة من الأصوات وتأخذ أكثر من شهرين وكنال ثلاثة شهر عندك نتائج حقيقية للانتخابات دكتور تحسيني فقط عذر على المقاطعين الآن زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر اشترط شروطاً لرئيس الوزراء السابق ربما للحكومة أو شكلها هل هذه الاشتراطات لا تزال موجودة وكيف يمكن هل يمكن مرة أخرى أن نرى حكومة في الوقت القريب بالحقيقة هناك خلاف عميق جداً أو شرخ كبير جداً بين القوى السياسية داخل التحالف الشيئي كتلة سائرون اللي يقودها السيد مقتدى الصدر والكتلة الأخرى سواء كانت الفتح برأس المالكي أو النصر برأس تلعباني تمثل القوى الشيعية على الأرض ومقتدى الصدر يمثل يعني الآن حوالي أكثر من 40% من مجموعة الأصوات الشيعية اللي موجودة ضمن التحالف الشروطة اللي وضعها هي معايير معايير مثالية أكثر مما هي واقعية ليس هناك سياسي تنطبق عليه هذه المعايير بأي شكل من الأسكان خصوصاً فيما يتعلق بالمالكي أو العبادي نفسه وجزئية التحييز للطائفة أو كذا وشي يعني هذا شيء يعني غير معقول يعني مسألة أن تروح باتجاه اليوتيبي يعني هذا شيء غير منطقي لذلك هو الآن يناور يناور بما يدغدغ مشاعر الشعب العراقي لدعمه لأنه هدد بأنه إذا لم تطبق هذه الشروط سوف يلجأ إلى المعارضة في الشارع وليس المعارضة في البردمان والمعارضة في الشارع نحن نعرف نتائجها سابقاً أنه دخل إلى المنطقة الخضراء واحتل مبنى البردمان نعم عودة إلى هذه الملف يعني مسألة المظاهرات التي الآن في البداية يعني برأيك لماذا ظلت هذه الاحتجاجات محصورة فيما يسمى بالمحافظات ذات الأغلبية الشيعية يعني ربما وأن الحكومة هي حكومة طائفية إن صح التعبير لا هي الموضوع ليس فقط طائفي لأنه هو الشيعة نفسهم يعانون الآن من هذه الحكومة يعني الشيعة نفسهم لم يستفادوا من حكم لمدة 15 سنة يعني 15 عام والشيعة نفسهم محافظاتهم هي محافظات مستقرة مستقرة ليس فيها أعمار ليس فيها تنمية ليس فيها فرص عمل ليس فيها أي شيء ممكن أن ينهض بها وينهض بواقعها بالعكس تردى مستوها يعني البصرة اللي هي ثلث نفط العراق وبالتالي معظم موارد العراق من عندها تعاني من أزمة مياه ومن أزمة كهرباء ومن أزمة بطالة وفساد كبير جدا لأحزاب شيعية هي تحكم محليا داخل البصرة ضاقت زرعا للناس وخرجت إلى الشارع بس مشكلة هذه التظاهرات هي ليست يعني بدون قيادة بدون رأس بالتالي تصبح مجرد عبارة عن احتجاجات جماهيرية موجودة لا يمكن أن تحقق شيء على الأرض الواقع لا تغير من الواقع شيء باعتبار أنه هي ليست محكومة بأيدولوجيا أو برؤية سياسية معينة للتغيير مطالب كل يوم تتغير شكل كل يوم تتغير تبرز الحاجة لمطلب معين ويظهر لكن تبقى المطالب الأساسية هي اللي موجودة طيب الآن هذه المظاهرات مصيرها بعد هذا الاستحقاق انصح التعبير السياسي ومسألة الحسن في مسألة الانتخابات يعني نحن الآن نعيش في مرحلة فراغ دستوري باعتبار أنه الانتخابات جرت والحكومة الآن هي حكومة تسير أعمال الآن بعد هذا الموضوع يجب أن قرر المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات وتصادقها الجلسة الأولى للبرلمان سوف تكون جلسة حامية الغاية من عدها هو التوافقات السياسية على اختيار الحكومة تنتج الحكومة لكن بالتالي لا تؤثر في الموقف السياسي لا تؤثر حقيقتها في الموقف السياسي يعني تظاهرات الشعب مع الأسف برغم أنه هي صادقة وصميمية وحقيقية لكنها لا تؤثر وتغير من واقع الحال الموجود حاليا في العراق الدكتور تحسين الشيخ لي مدير مركز بحوث دراسات المستقبل في لندن كنت معي شكرك شكرا جزيلا أهلا وسيد السلام وإلى ملف هذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر